طيب بص أنا باستغرب جدا لما ناس تقول إنه شايف المسلسل ده تجلة قدرته بتتجلى هو بيعام شاهد التراجد في حين أنا من الناس اللي بتشوف إن الكوميديا هي أصعب حاجة ممثل يقدر يقدر يقدم يعني كل واحد فينا شايل مأساته على ظهره لكن إنك تدحك حد تدحك وتخليه قاعد بيداب دب دي حاجة شاددة الصعوب إيه اللي خلاك تبدأ بالصعب اللي هو الكوميديا وفي نفس الوقت عندك طاقة مذهلة إنك تقدم شخصية مليانة أو عبارة عن مأسامة شيعة ريدليا أنا بحب الكوميديا عموما يعني أنا بحب إنه أطلع على الشاشة لو إنت عندك أي هموم تسيبها وتقعد تدحك معي لو زعلان أفرحك لو مثلا فيه ضغوط عليك ومش عارف إيه فمجرد اللي إنت تتفرج عليها خلاص يعني إنت الموضوع حصله وإنت عاشة كده أنا بحب ده يعني إما كنت حتى في الجامعة لما كنت بعمل مصرحيات وكده ما كنتش بمثل الكوميدي بس بس يعني يمكن دول التراش دي وأنا دلوقتي يعني قبل كده كان كوميدي يعني أي حاج دي يعرض علي مثلا دول التراش دي أقول لها لأ 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 مفيش لأ أنا عايز عن الكوميدي عايز أدحك عايز أعمل كاركتورات عايز أبص الناس بمعنى صحة النقلة بتاع تغيير الجلد دي نظرا لأن في ناس كتير تقولك إيه لا هو مش عارف يعمل كوميدي مش عارف يعمل غير كوميدي مالوش يا جماعة في التراش دي بالرغم من الموصل يعمل أي حاجة يعني هو بيعمل الكوميدي اللي هو صعب اللي أنا دحكك ولكن سهل اللي أنا بكيك فبالتالي حعرف عامله فكدت لازم أنت تثبت للناس طبعا اللي أنت بتعرف تعمل الاتنين فبالتالي كان في المدور ده كان عندي كذا تحدي عموما هل هينجح بنفس النجاح الكوميدي هل هيبقى فيه تجربة تانية للتراش دي تاني مش عارف يعني مثلا لما تيجي تبص حتى على مشوار أستاذ عد الإمام هتلاقيه أنه هو بدأ منتهى الكوميديا وبعدين لقينا بيعمل حاجات زي الحريف وحب في الزلزانة والمشبوه وهكذا وأظن كمان في فيلم كان نصه كوميدي ونصه تراش دي اللي هو قاتل ما قاتلش حد أه قاتل ما قاتلش حد وبرضو أمهات في المنفى كان نص كوميدي ومشت وبعدين يربع يشتغل كوميدي وأكشن كوميدي وهكذا وبعدين يعمل الإنس والجن وبعدين يعني رايح جاي طول الوقت أنت أنت بتفتكر أنه مهم أنه يبقى ده جوه المسيرة بتاعت فنان ولا على الفنان أنه هو يحافظ على نجاح الحتة اللي بيلعب فيها ويبقى فيه عندي كده كورنر معين أداء محمد صاروط محدش غيره في قرابي التنوع ذات نفسه مهم بحيث أنه ما يبقاش ماشي على وطيلة واحدة حتى يعني أستاذ الإمام طبعا أستاذنا كلنا الزعيم حتى في الكوميدي عمل أدوار مختلفة يعني في الكوميدي كان بنوع حتى في أدواره لما نقل النقلة بتاعت التراج دي الأدوار دي أكيد استفزته فنيا يعني سواء المشبوه سواء حب في الزنزانة سواء اسمه إيه كان طرق في محامي محامي كان الأفوكاتو الأفوكاتو أفوكاتو برضو وكان فيه الحريف بقى وفي الحريف شو فأمني فالأفلام دي أكيد الأدوار دي استفزته فنيا أنه يعملها يعني فيه أدوار معينة كده بتستفز الواحد فنيا أنه هو لا أنا عايز أعمل الدور ده طب الدور ده أتراجدي لا أنا عايز أعمله لأن هي التركيبة دي أنا حبيبها أو التركيبة دي أنا حاس أنه أقدر أدي فيها أو أقدر أعملها ما ده اكتهدك بقى ده بيخلي الدور معلم ولا مش معلم أو معدي بس لكن أنا بالنسبة لي الكوميدي لا يعني بحبه جدا بحس أنه بيتي يعني ممكن أطلع بره وأرجع تاني بس بحب الكوميدي عموما طب لو لقيت أنه أول عمل جاي لك دلوقتي إنك تخش تراجدي تاني هتقول لا نستنى أعمل بس حاجة أو اتنين كوميدي وبعدين نرجع للتراجدي أناس الناس بدل ما تصنف تراجدي أتصنف تراجدي هان دلوقتي بدل ما نستنسى بش يقولك تراجدي هان لا لو الدور حلو ويستفز دلوقتي فإنه إن هو يعمله تمام أنا عمله فيه في دماغك حاجة ممكن تعملها السنة دي السنة الجاية بعد عشر سنين أظن أظن أحيانا ممكن يجي على بالك فيه دور فيه شخصية قارتها سمعت عنها شفتها في فيلم وعاوزوا يتمصر وأنا اللي قوم بالدور ده وتبقى تراجدية قاتل أنا بحب عموما الشخصية بتاعت الفيلين اللي هو الدمه خفيفة